بص احنا هنحاول الحلقة دي على قد ما نقدر نمسك لساننا كده لشان عبدالجوب لا لا متلاقش شكوه اللي يعني بضهر طيب زيكو يا جماعة في حلقة جديدة من درداش على الهادي النهاردة معانا نجمي اليوتيوب لمغزم محمد عبدالعاطي حلوه اوي نجمي انا ما صحيح عامل ايه؟ الحمد لله انت عامل ايه اراك في الاكل النهارة احنا جايبين يا المبسوطنا جدي عدميلك 13 والله لازم اتفضل اتفضل اخذلك ايه حاجة كده ايه طب نعم بحب الحاجات دي اوي وبعدين بتاع تسرح فيها كده اه حلقة 60-70 قطة هدوش حدق لك عامل كده انا هو يومي مشكلة عندك في حياتك لايه ناحية دي من فوق ايه بس سهلا سيوم العشا دول بجيب طبق وقب هننزل كل ده وضع عشان انا قبل ايه حاجة عايزة عم معك لعبة لها فضل كبير اوي عليك اتفقع ايه؟ طبعا لعبة العربيات ايه لا تاهم لي كده؟ لا عمري ايه راق بقى بقى لعبها دي توقعت ان انت مراتشها بلي كده بقى لعبك هات غريبة هيا دي؟ هيا دي؟ جاي منها اتنين بس مش شرط بقية بالضبط هيا في منها كذا ابتدى؟ دوس فيس مردوشي منها ولا شمالها ولا حدا؟ لا يعني براحتك بس هيا دي لنطة مشوف وصلت لحد دي قدية ايه ده؟ انت كده انا حازمت لنطة دي بتحقيقها سوية ما انا انت؟ انا في العادي بعدي البتاع دي يعني لما جربت مبارح كاما نفسك بس ايه برجلك هاني؟ ما انا عملتك كده ببقى اتفزدك علي لي ايه دي؟ ما اوش حظك وحي شوك مش عادي بقى عارف اللي بقى الصاحب بلاي ستيشن دي لهم يجيبك طب بص صاحب الكوة يا ساتر ليها تستنى تقريبا تدوس وهم تنازل او حاجة ما انا مش عادي هنشوف رب تربس ده نقل منك عادي جدا حسنتين انت في استنى في واحدة تانية في واحدة تانية اه ربقى اللي بتبقى شغالة معاك ايه ايه زين حاجة بزتونة حاجة بزتونة حاجة بزتونة اخدر ولا بزتونة معا لا بركة ماش حاجة اصلا اما الحاجة قامدي وراميل ذاك الحلو ها طب خلي دي معاك نايش ادي مكان حاجة؟ وانا ما يعارف البوستات اللي هو بيقولك لو في ايطاليا عارفوا ان احنا بنور على بيزا عندي فتش فرن رهيب اه الحاجات دي كلها بتتجمل فرن انا عندي فتش فرن ايه انا بعدي من جمي الفرن بخش هي ريحة بتبقى خطيرة وده يعني احب دوناتس الفرن قوي اللي هي ما تيصر من دوناتس اللي هي يعني فينو عادي بس عليه شكلات ام بحب بقى واحدة وعارف الفينو اللي هو بتاع سندوتشات الكبدة ده ده من الفرن برضو مفيش زيب وفيع كده دلم برضو تحرق منه مئة وطنوشة مئة وطنوشة مئة وطنوشة مئة وطنوشة مئة انا هقاسهم حد قاسهم وحد اللي ايوب رفو عليهم خرشوا في الطريق بقى او لهم الحاجة اوبا توسط المخابل لانا فيه ده؟ موضوع الحالة ايه بقى واحنا بنلعب كده قول لك قبل ما تفرتج بس الجورة عارف لما يقولك اطلالة جريئة ايوة موزيق جريئ مغني جريئ فيديو كليب جريئ انا فرقعت اه اه انا فرقعت خاصة تاهيت يعني او لانا لا فرقعت هنا انا خلاص العربية رفضة يعني 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 الواقعية دي انا بدوس وراء دوس قدام بقى اكيد دست قدام ما دوس وراء يعني سنة جارة بدوس R كده شكل R دي فيها حل بعد ازناز ادفن شفت يا باشا او عملت ايه؟ دست R R دي طيبا بتعدل او بتقلبك تاني اه انا نفسي نطلع عالتراك ده اه موضوع الحلقة بقى الجرقة جرقة اه امتى تبقى بما انك برنامج جريئ طبعا انت عرف كي او لا؟ انا مش ولا تفاكر ان دا عادي اه لا انا عاكد ان مش عادي طبعا امتى تبقى الحاجة جريئة امم يعني مي اللي بيحدد حاجة زي كده مي اللي بيحدد ان دا جريئة الا الا هسألك اسئلة امم يعني اندي تينز اكتر بس بس ناخد شقلا بس شقلا بس شقلا بالعربية ويلا ان شقلا انا عايزي تلعي دي خلاص كيفاكد كيفاكد طيب اول حاجة انا هاي سأكعدك قبل ما نخش بقى في موضوع الحلقة تفتكر ليه الناس بتحبك يعني غير بقى الكلام اللي هو بتاع ارزاق والقول ده بتاع ربنا والكلام ده انت بقى الاسباب بجد ليه الناس بتحبك عشان انا الشومة بتاعته امم يعني هي الناس مثلا مثلا ناقمة على وضع او متضايقة من شكل حاجة فما نيب التاريق عليها فانا الشومة اللي بيغبطوا بيها الحاجة دي هوا مثلا بتعصبوا مثلا من الناس اللي بيعملوا الحاجة دي لما طلعنا التاريق عليهم او كده فانا نوعا ما شافيت غليلهم ده اللي انا اتوقعوا يعني وموضوع برضو حظ بحت بصراحة حاجة ما عند ربنا ما هي الناس بتمنعني ان انا هشكر ربنا ليه؟ اه نزلت بوس جاي قلت الحمد لله تشفهمت بمنتعل بساطة شو من حقك ها؟ كان حفلة وعملت حفلة حلوة وكتبت الحمد لله الناس اتدخلت منعيتني ان انا احمد ربنا طيب ان كيف حن انا مش شو ولا هو شو من حقي برضو ايه؟ احمد ربنا احمد ربنا طيب اه احمد ربنا طيب احمد ربنا احمد ربنا احمد ربنا احمد ربنا طب انت برنامجك بقى بتجهزك او جدا هو الناس تحس ان هو تلقائي وارتجاني وكتب بجهزه جدا وبرنامج بياخد مني مجهود زيني غير طبيعي طب ازاي بتقدر التحفز على حلقة في الاسبوع مع تجهيز مع بقى من حلقات وحشة ساعد بس الناس ما بتلاحظش بتفاعدوا لقى لاحظوا كل حاجة لا والله يا بقسم لا بس انا بخش في كومنتات اصلي حالة دي من كرويتا والله الله يلا عيدة حالة دي من كرويتا جدا بجد او والله انا عن نفس ما بلاحظش انا بتفرج لا لا انا بنبهر ان هي بحس نفس المستوى او بتوصل لمستوى يعني انت بني بقى في خط كده ساعات فوق وساعات تحت وساعات على اوه اوه ببقى الدنيا اوه ببقى الدنيا كويسة يعني بس مجهود اوه ان انا بسلم الحلقة الاربع اوه ببتدي يوم الخميس طب ينهرسه ده انا هعمل ايه ما انا خلاص انت لازم تجهز لازم تجهز موضوع والموضوع تطلع عليه إفهات وبتثبطه لايق على الوقت يعني العيد بتانهم عامل حلقة اللي هيقوله ومش عارفه ايو ايو بتجهز من قبلها بقى في شهر لا اقولك اللي بيحسن دايما ببقى ناسي للموضوع ده اوه وبفتك الموضوع ده قبلها 4 ايام 3 ايام بقى 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 مسجل حلقة مثلا نكلم بقى بقى ايه الحق يوم الخمسة طراح السعر بقى الفجرة ناسب اروح جاي مصور الخميسة زي الخزن نصور وبقى يوعد انت يراك في الموضوع ده بها والله انا نزلت اقول يوم العيد اشتغلت اوه انت بتمنتج الحلقات صح ايه؟ بتمنتج الحلقات منتج عبقى ياملها لازيز اوي صحيح بصوت البطة وخادم ريتم الكوميدي هو فكرتك صوت البطة صوت البطة فكرته اوه صوت البطة اعتقد بيتنقل معاك يعني انت مينفعش يعني لو بنك بيحط تيت ايه معاي اصف العربي اه احنا مش هنحط لك مع صحابي عاك أوشك عادي يعني كلنا أصلاً يعني إنت إنت مش غريب بالنسبة لأي حد بيعود مع صحابه على الكوشكة أو على الأهوة حاجة عادية جداً ما فيش أي حاجة غريبة بس إنت اخترت تطلع كده للناس إن إنت بقى دي البرسونة بتاعتك فده قرار الجريب أنا حطيك كاميرا بس يعني ده اللي حصل أنا حطيك كاميرا عشان كده بقولك أنا في ناس في الأول أول ما تعرفت يعني كنت بدايه قوي الناس تخش مع عشاء قوي فأنا معرفاكش كنت بدايق في الأول بقى كيف فهمت هو عارفني قوي صح يعني أنا هو صحاب فأنا قاعد معا كل يوم أنا قاعد فهو الناس بتاخدني إن أنا اللي بقاعد معهم على الأهوة اللي هو الهوة الهوة اللي على الأهوة اللي ما بيحدش بيتكلم غيره أريدين نصير الجدر بقى الحلقة يا نهار بيد محمد إصارت الجدر عادة دفك والشفقة بسير الجدر والشفقة كويس جدا إنت شايف إن الشخص اللي هو المشهور بيبقى عليه مسئولية محمد صلاح لو أنا أحمد عز لو أنا كريمة أبعزيز لكن لو أنا واحد مشهور عن نت أنا هفضل مشهور عن نت وده كان هدفه وده اللي كنت بتكلم فيه ما تخدش مني أكتر من اللي أنا طلعت دهولك يعني أنا طلعت ديك دحكة عشر دايق ربع سبن أسبوع خد الدحك بتاعي وامشي ما تخدش مني ليفستايل ما تخدش مني شكل ما تخدش مني تلتوهات ما تخدش مني طريق ما تخدش من أي حاجة دحكتك يقفل ويبتح الدحيح يتفرق يعني لأ يعني والله العظيم افتح حد تاني يخده قدوة افتح حد تاني يخده قدوة ان أنا مش قدوة يعني ده اللي بتكلم فيه عاصل الناس انت هنا بتبقى بين هرين كده في حد بيقولك انت اطلع بقى جمل بقى ويرسم برسونا بقى ان انت مش عارف ايه وبتاع ودي اللي هي انت ممكن تبقى منافق أصلا طبعا وناحية التانية يقولك لا مايزابوليتون فاستتروا بقى يعني لو انت بقى مثلا بتعمل حاجة مطلعش بقى اللي هو عايش منين طيب اه لا يقول الموضوع طبعا هو موضوع غلط بكل حاجة يعني بس هو لا هو مش شرط يبقى غلط انا جايلك فيها اما هو ده الواقع يعني دي الطريقة الموجودة وده الكلام اللي في الشارع وانا في الشارع انا عن نت انا انا انت بتفتح تكتب محمد عبدالقاطي انا بطلع انا بجركش على التلفزيون كل يوم انا يعني انت مش عايز شوفني مش هتشوفني دي نقطة مهمة برضو كنت عايزة كانك فيها على التلفزيون الامريكي مثلا على القناة الرسمية لما بيجوا يعملوا حاجة UFC ولا لعيبة الـ MMA بيقللوا منهم شوية لما يجوا يطلعوا على التلفزيون الامريكي ده بيقللوا الشتام شوية وبيقللوا الوقت بتاع اللي هيتكلم فيه لو شتم او مش هتفهم قصدي بيجي يطلع بقى لأي حاجة تانية اللي هي بيقى فيها اسمها ايه اللي هي الـ age range عمتاً لما انت بتقدر تحدده ايش جميع باشي رأيك ما كاتبها وكسمها بلزبط اوه يعني دي حاجة لازم مبصة عليك يعني بصراحة بصراحة يعني زنق تاني او ايب عليك حسيت من اقليل قوي لأ من عندي حتة age range يعني لو كنت عارب كده كنت جيت لك باي فاست كونتينيون السيئة يعني نريسة هخش عليك بالـ persona يعني انا هرب انت معاك حاجة؟ اوه معاك برسولة ومعاك جريبا وكمان سليزونات كمان وفي حاجات بتبقى كنترافيرشل يا راج ومصح يا رب مين اكتر مخرج جريق بالنسبالك؟ مخرج جريق؟ اوه جريق من معنى يعني جريق هو كلمة جريق دي بتتقل عليه وانا بقى عايز افهم موصطلح جريق بالنسبالك ما هو جريق ده ما انا شايف المخرج بتاع الرجل العناب ده اجرؤواح في الدنيا انا بعش قرب العناب انا بالنسبالي ده الفورس كوميدي مين اجرؤ ممثل او ممثلة؟ اوه بس بصورة بشوف جريق فشخ امم ليه؟ انا بحسه جريق يعني انا قابلت وصورة في الحقيقة انا خاف منك يلا بينا بس بصورة بتحسه اعمل كل حاجة اممم يعني اوه يعني اي حاجة اي حلو عملة أفضل عملة فيك والله العظيم والله العظيم اممم يعني لو اقتك هايق Blue اه يعمله يعني بحسه جاهز ان هي محاجة مين اكتر لعيب كورة الجريق ؟ ؟؟، يجبين؟ ادخل عن المشكر سوف تتسني علك يعني مهم هو اسلاً الجريق براهيم ساعيد براهيم سايد وميدو اي ابراهيم سايد اقرا أه، أبراهيم سيدة أجراء طبعاً طبعاً أه مياه في المياه أه، أبراهيم سيد طبعاً أبراهيم سيدة وميدو بحب فيهم بقى الحتة اللي هي بتاعة إيه؟ لو أنا مشكود وأنا بعمل كده فكك مني وده عجبني رد ميدو ساعدة تسريب المشهور أه، كنت أسألك عليه لما طلع قال، ما حادش قال إن أنا هو المضحك في التسريب ده إن ناكد عبغاني، وقال عجب مضحكة في تسريب ده ويقلب حاسب إمام لا، يعني فقط أعايز بمحضنه حاسب أنا قد بص في الموبايل اللي هو تحسه أعايز يوم يمشي طيب، ويبص بعمل صدوك وبيعمل يعني، قد تجد أنه بعمل حاجة بعيدة على المدعب غريب وبيعملو يعني شارعها دي غريبة قوي مش طبعاً مين هاجب أجراء؟ طبعاً مش هنقول لعبدالعطر سي مين أجراء؟ كونتنت كرياتر أو ويوتيوب أو تيكتوكر السكة دي أنا كنت بحب نصر السين نصر السين نصر السين عبكرة نصر السين عطبهر مسلسل آه، يعني أنا بتفرج عناس غريبة قوي خلي بالك لا، أنا بتفرج عنا في حتة صعبة من التيكتوك يعني حلق لا، أنا متابع كل حاجة يعني أنا قديد رسالة بوضحر للناس أنا في ناس بروضش عليهم أنا في ناس عامين فيديوهات جايبة لايك بيبقى أنا لو جايبة تبعف بيبقى أنا يعني في واحد اسمه محمود أبو اللاحي واسيم د Saturn انت أغلباً انت بتفهمه عشان أبو اللاحي ومش والأحي المحيط له، ده واحد راجل بيلمي ثبالة يعني بيلمي خردة واسبالة وكده بيسرح يعني بيعمل فيديوهات وفيديوهات دي بيتكلم له عايز عروصة عروص تبقى Architecture ووسط العروسة السيمينة دي بقى بيطلب بيقولها بقى اللي هو ما يفعش بقى معها موبايل ما يفعش تبقى حتى اختلط كده هو ده اعلان يعني اتناس تبتدي معارف انا مش فاهم هو ايه لغاية دلاتي بس انا عشكال انا ماشي وراه يبقى الساعات ووسط وما هو بيتكلم ساهم بيبقى في الشارع في ووسط وما بيتكلم بيبقى معاند بتاع اللي بيلمي فيها الزبالة فبيلاقي جهوها باس حدة باسبوسة فبيروح واكيلها وما هو بيتكلم معانا في بعض محمود انت كانت باسبوسة بالزبالة محمود وابقى اتحك فاشل ان هو بقى باس الكيس فيه وبيأكلها بالكيس عشان مضافة فبقى انا مسحول وواحدة اسمه المعلم محمد امام ده راجل عنده فرن في سيدة زينب بيطلع الكونتين ان هو بيمشي ويتكلم مع ناس ويبقى فيه موسيقى الشغالة بس بدي تعليمات انا هسألك حاجات اجيبلك كيس كده يعني مثلا فيلم اصحابه ولا عز فاكر جي برضو قلب الدنيا والناس عشان كروت يعني الناس كلها بيتكروتين ايو 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 اثنان كل حضرات العليم لبسين كروتين انت رأي مهاجة هو في السيف بيبقى مهاجة طب انت رأي كيف الفيلم ده فيلم يا جدا يعني ما هو فلم وفيه واحد تلقى كروت يعني ايو بصطب ما هو فيلم هو أصلاً دور واحدة بتخون جزهة هتخونه إزاي ياه؟ بالكتب أكيد أو لو نتكلم تقنية مش اللي بيحتاجها قوي بس أنا بتكلم إن الأفلام نازم نبطل نعتمد عليها كمصدر لأخلاقنا صح ما أنا لو كده عامل فيلم عن محاسب بيروح الشغل في التأمينات بيرجع هيكل بطيخة وينام صح ولأ وفي ناس عملة تعمل عملة قلبان بعلى أولاد رزق ثلاثة دي مش أخلاقنا طيب تنشره إيه؟ اللي هو الكسل دي تنشره إيه؟ وقال لك دول حرمية وقال لك دول مجرمين وقال لك دول نجلدهم طيب نجي وده أحمد عز ما لازم حد يعمل دور الفاسم ما هو بلطادي ما هو بلطادي لو معادي عبانو بقى معادي فرد خرطوش شوى شعر ووحش شوى يعني ما هو بلطادي طب الجدل اللي بيوصرف إحنا دخلين على الموسم أصلاً بتاع القضية بتاعت ماهات الشرع إنت رأيك إيه بقى في الموضوع ده يعني لأ أنا بتعمل بشراسة قوي مع موضوع منع الناس اللي هي تنزل للبحر ده أو المية قوي عندنا فيها عمصورية غير طبيعية وفكرة إن.. والله دي حاجة برا عند رائع الشخص يعني دي حاجة فكرة إن إحنا تطارينا إن إحنا نلبس مايوهات بـ 22000 جنيه شرعي عشان لي بنلقى لها يا جماعة إحنا محجمات بس يعني يا هادي يا غالب عمطاً حلت مشكلة فقاً حلت أزمتهم هما يعني سيبك إن الأزمة دي ممكن حلت أزمتهم هما هو بس عملت أزمة إن خلاص لو أنت إشتاب إسماعيوها دي يا غالب يبقى يبقى أنت محجبة والله لأسانا أنا يعني أنا بتكلمك أنا عيلتي محجبات كلهم يعني أنا بدعي ربنا إن أتعرض للموقف ده إن حد يطلقهم من المية أو حد يمنعهم من دخول عدة أو حد يعني إن دي في رأيي وساخة وبالنسب نفس الوقت برضو إنها هي أنا خيني بدنا أنت واقف شكرا للمشاهدة